اشتركوا في القناة الجنوبي للدهناء يصاحبها منظومة من الانشطة التراثية التي اعدتها ادارة المهرجان وسيتم غدا الاربعاء تسجيل ابل سمو الشيخ ناصر بن حمد وعرضها على لجنة تقييم الابل الخاصة بالمهرجان على ان تشارك في الاشواط الفردية فئة المجاهيم وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الا ان المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للابل تأتي متوافقة مع توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة والرامية الى دعم التراث البحريني والخليجي الامر الذي يتمثل في مهرجان الملك عبدالعزيز الذي يحمل العديد من الاهداف النبيلة حول التراث الخليجي بصورة عامة والسعودية على وجه الخصوص مشيرا الى ان مشاركة الابل جاءت بهدف دعم وتعزيز التراث والعادات والتقاليد وارسال رسالة للاجيال الحاضرة والمقبلة تؤكد ان معرفة حياة البادية والحفاظ على التراث وعلى العادات والتقاليد الاصيلة التي من شأنه تعزيز الانتماء للأوطان وبين سموه ان رعاية خدم الحرمين الشريفين للمهرجان سوف تعطي دفعا كبيرا في نفوس المشاركين والزائرين لهذه التظاهر الفريدة التي تمثل مكانا مواتيا لنشر الثقافة الخليجية والتراث الاصيل وما تمثله الابل من ركيزة اساسية في تاريخ الخليج كما اشار سموه الى ان مشاركة ابل سموه في المهرجان تأتي لدعم احد اهم الموروثات الحضارية والثقافية البدوية في البحرين والخليج التي اولتها المملكة اهتمامها الخاص وذلك لارتباطها تاريخيا بحياة الشعب البحريني ترجمة نانسي قنقر